اهلا بكم مجددا اسمي نورة سالي وفي هذا الفيديو سنقوم معا بضبط اعدادات اضافة يوست اسيوم من خلال معالج ضبط الاعدادات فعند تثبيت الاضافة سنقوم الذهاب الى جنرال وثم داشبورد هنا وثم سنقول ان نريد فتح المعالج الاعدادات فسنقوم بنقر هنا وننتظر تحميل المعالج فاذا ها هو هنا يقول لي اهلا بك في المعالج هل تريد ان تقوم بضبط اعدادات يوست اسيوم بنفسك ام تريد ان تطلب خدمة من مطور هذه الاضافة او فريق المطورين ليقوموا بضبطها من اجلك فسنقول نحن نريد ضبط هذه الاعدادات الان يقول حدد بيئة عمل للموقع الخاص بك هل موقعك اونلاين موجود اونلاين الان ويتلقى جوار ام هل هو موقعك الان هو بكل بساطة انت تقوم الان ببنائه وتطويره فاذا ما هي الحالة بالنسبة لك فساختار بالنسبة لي الحالة الاولى ان موقعي موجود اونلاين ومع انه ليس موجود اونلاين ولكن فقط نحن الان نقوم بتفحص كيفية ضبط الاعدادات العامة فاذا سأقول موقع الان اونلاين وسأقوم النقر على نيكست التالي الان يقول لي حدد نوع الموقع الذي تعمل علي او موقعك الان هل هو عبارة عن مدونة؟ هل هو عبارة عن متجر موجود اونلاين؟ هل هو عبارة عن قناة اخبار؟ هل هو عبارة عن عمل محلي ولكن انت تقوم بترويج له اونلاين؟ هل هو عبارة عن شركة؟ هل هو عبارة عن ملف شخصي لك؟ او هل هو شيء اخر؟ فسأقول هو عبارة عن مدونة انت تختار الشيء المناسب بالنسبة لموقعك وثم سأقوم بالنقر على التالي الان يقول لي من هو صاحب الشركة او من هو صاحب هذا الموقع؟ هل هو شركة ام شخص؟ في حالتي سأقول شخص اذا كانت شركة سأقول شركة بكل بساطة اذا كانت شركة سيطلب مني ان اقوم بادخال اسم هذه الشركة هنا وادخال شعار هذه الشركة بتحميل صورة الشعار من جهاز الحاسوب الى الموقع فذا سأختار شخص واكتب اسمي واسمي نورس فقط او يمكن ان اكتب اسمي نورس علي لا مشكلة وثم سأقوم بالنقر على نيكست التالي الان يقول لي ادخل حسابات التواصل اجتماعي الخاص بك فمثلا ندخل هنا الفيسبوك، تويتر، انستجرام، لينكتين وغيرها من الوسائل او حسابات التواصل الاجتماعي سأكتب باليوتوب كون لدي فقط يوتوب دوت كوم سي لارن ويد ناو فذا هذا رابط اليوتوب الخاص بي وفقط والان سأقوم بي نيكست والان يقول لي ما الاشياء التي تريد عندها في نتائج البحث في محرك البحث فطبعا هذه الامور يمكن التعديل عليها فيما بعد ولكن الان يعرض لك فقط المقالات والصفحات هل تريد عرض مقالات موقعك في محرك البحث؟ نعم، لا، طبعا نريد ذلك نعم هل تريد عرض الصفحات في محرك البحث؟ نعم، لا، بالتأكيد نعم وسأقوم النقل على التالي الان يقول لي هل موقعك يديره عدة مؤلفين او مؤلف واحد فاذا كان لديك موقع مثلا مثل مدونة او موقع اخباري فيكتب فيه اكثر من شخص فاختر نعم، موقعي يكتب فيه اكثر من مؤلف اذا لا فقط انت تكتب الموقع فاختر لا فاذا سأقول لا والان التالي الان يقول لي اربط مع جوجل سيرج كونسل طبعا هناك فيديو في القناة حول كفية الربط لن اقوم بذلك الان ولكن بكل بساطة يمكنك الربط من هنا والحصول على الرمز والوصل الان سأقوم بالنقل على التالي والان يقول لي اختار اعدادات عنوان الموقع او عنوان مقالات الموقع او عنوان الصفحات التي ستظهر في محرك البحث فاسم الموقع بحالة اسم الموقع هو موقع تجريبي الان يقول لي اختار فاصل العنوان الان في عند الكتابة او اظهار عفون عند اظهار المقالة في محرك البحث مثلا نقول مثلا مقالة في محرك البحث فسيظهر اسمها بهذا الشكل مقالة في محرك البحث وهو اسم المقالة سيتم اظهار فاصل معين يمكن ان يكون شرطة قصيرة طويلة بهذا الشكل نجمة هذه الاشياء الموجودة هنا وثم مثلا نفترض ساقوم بتكبير قليلا هكذا فذا المقالة في محرك البحث هو اسم المقالة وثم اسم الموقع مثلا موقع تجريبي فذا بهذا الشكل يمكنني اختيار هذا الفاصل الموجود هنا طبعا اسم الموقع هو موقع تجريبي والفاصل ساختاره اي شيء يمكنك اختيار اي شيء مثلا يمكنك اختيار مثلا هذا الشكل والان next الان يقول لي هل تريد ان تشترك بنشرتنا البريدية لا شكرا ساقول التالي والان هل تريد ان تقوم بالترقية لاضافة يوست اسيو المميزة المدفوعة او الى نسخة يوست اسيو المدفوعة هل تريد طلب احد من خدمات هذه الاضافة لا شكرا التالي والان يقول لقد نشحت في ضبط الاعدادات والان ساقول اغلاق فاذا بالتالي لقد قمت بضبط اعدادات اضافة يوست اسيو من خلال المعالج طبعا يمكننا تغيير هذه الاعدادات بخنات اخرى سنتحدث عنها في وديهات لاحقة او يمكننا فتح المعالج مرة اخرى من هنا وضبط الاعدادات من جديد فاذا هذا كله بالنسبة لكيفية ضبط اعدادات اضافة يوست اسيو من خلال المعالج في الفيديوهات القادمة سنتحدث عن الخصائص الاخرى من هذه الاضافة وكيفية استغلالها لتحسين اداء موقع ورد بريس في محركات البحث شكرا لكم والقاكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة